بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين عملت هذه السمبوسة بالزعتر محشية بالجبنة والبقدونس من ألذر السمبوسة تنفع الغداء أنا قدمتها مرة في مناسبة غداء وفي حفلات الشاي خاصة أني عملت حجمها وسط مو صغير كثير بيبي ومو كبير الحجم العادي يعني الحين هتشوفون العجينة اللي سخدمتها بصراحة طعم الزعتر فيها وبعدين الجبنة محشية جبنة الأجبان حسب ما أنتوا تحبون إيش ما عندكم أجبان تحبون أشقوان تخلطونها مع بيضة مع شدر مع جبنة بيضة مع فيتا أنا عملتها فيتا كنا نعملها أيام الزواجات بالمئات لما يقلون هالبنات عشان نخاف الجبنة تطلع تسيح وقت القلي لأنها نقل كميات كبيرة فكنت أحط معاها حبز توست فرش طازج أبيض أو حبز سندويشات صمون نشيل اللي حوالين وناخد بس اللب الأبيض يساعد أن الجبنة ما تسيح وقت القلي خاصة نقل كميات كبيرة ما نقدر نتحكم فيها ويعطيها ليونة يعطي الجبن ليونة ويخفف من الملح اللي فيها عشان كده مو عشان سبب ثاني وهذا هي لما قدمتها في العزومة هذا الجبنة هذا خفز توست قطعتين نحن هشوفونا إيش هنعمل مع بعض هو لين مش يابس ينطحن بسهولة أطحنه تمام وضيفو للجبنة أحط الفلفل الأبيض ممكن فلفل أسول ممكن فلفل أحمر مجروش ممكن نعناع يابس وضيفون حطيت هذا هو الخبز أحفق البيض مع رشة ملح مع نقطة خل نقطة حطيت البكدونس مع الجبنة وخلطناهم الحين ورق السنبوسة ننفه كده شايفين زي القمع زي الطربوش خلطنا هنا الجبنة البيضة مع الخبز مع البكدونس فلفل الأبيض طبعا ما نحط ملح لأنه الجبنة مالحة تكفي ونلفوا مثل ما أنتوا تعرفون مثل الطربوش نلفوا تمام بعدين شوية كده نقصوا عشان ندخلوا جوا أنا بالمقص والله قص يعني أريح لي ما يحتاج الجوانب نبللها طحين وموية لأن إحنا الحين حنغمسوا في البيض وفي الزعتر فما يحتاج الزعتر طبعا ناشف ما في زيت ولا شي عادي يعني كأنه بقصومات نحطه نحاول نلبسه تمام بالبيض وتمام بالزعتر نرتبه في صينية لما نخلص من الجميع طبعا هذا ينحفظ بالفريزر وقت ما تحبون تقلون يجنن بصراحة مرة لذيذ حتى للفطور الصباح مع الشاي ما في أحلى منه لما نخلص من الجميع نصحن الزيت ونقليه نقليه على الجهتين نصغر النار عشان يسوي الحفل تماما الأجينة تسوي صور مقرمشة بعدين نشيله على ورق نشاف نرشه خفيف زعتر زيادة إذا في فراغات ما يعني باينة ولا شي خبي زعتر أصلا زعتر صحي ولذيذ ألف عافية لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب تابعوني كل يوم كل يوم إن شاء الله في أشياء حلوة والله ما في ألذ منه شايفين لما فتحناه مرة لذيذ ومرة طعم الجبنة وقلت لكم الأجبان ممكن تحطون غرويير شيدار أي جبنة تحبونها بقدونس نعناع شبت ألف عافية ربي إن شاء الله كل يوم في مفاجآت حلوة شاكل وجن قدمتوا هنا مع حفلة شاي والمرة اللي فاتت قدمتوا مع الغداء